جهود متواصلة تقدمها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين السودانيين النازحين إلى مصر تنفيذا لتوجهة القيادة السياسية لسيما في مستشفى أسوان وتقدم مستشفى أسوان خدمة متميزة بعد تضرر المراكز الطبية بالسودان جراء الاشتباكات المستمرة ونزوح الألاف إلى المناطق الحدودية هنا محطة هامة من المحطات التي تقدم فيها مصر خدماتها للوافدين السودانيين مستشفى أسوان الجامعي الذي وجد فيه العم حسن الزبيري صاحب الثلاثة وخمسين عاما سبيلا للحصول على الخدمات العلاقية والصحية بعدما نزح من دائرة الاشتباكات في بلاده والتي أضرت تماما بمعظم المنشآت الصحية هناك طوال جيت قابلت الدكاترة وخشيت المستشفى الحمد لله رب العالمين لقيت الشغل يعني ما شاء الله ما شاء الله مية نمية شغل ما شاء الله زي ساعر شغل ما شاء الله في المستشفى ليل ونهار ما شاء الله أنا جيت قبل تسعة أيام من السودان وكانت الحالة يعني يأس شديد فجينا بإسعاف وخداء يعني خشينا على طول المستشفى ورحبوا بينا والحمد لله الحالة ما كانت كده يعني الحالة كانت يعني جايسة شديد رفقاء عاشوا سالمين آمنين إلا أن ويلات الحرب جعلت أحدهم مريضا بينما الآخر يأخذ بيده برفقة الأطباء المصريين سعيا لتضميد ما سببته هذه الظروف الصعبة وتقديم المؤازرة إضافة للعون الطبي أنا جيت من قبل ثلاث أسبوع أربع أسبوع تقريبا بعد المشاكل والحمد لله والله استقبلونا واستقبال جيد جدا ما قصر معنا والله في أي هدى لما تلقى عليه سيقول لك كلام طيب مستشفى أسوان الجامعي قدم ملحمة وطنية عبر توفيره العديد من الخدمات الصحية والطبية والتي وصلت لعلاج أكثر من ثلاثمائة حالة من النازحين السودانيين إضافة لتنظيمه قافلة طبية بمعبر قسطل وقعت الكشف على تسعمائة من الوافدين ما تطلب منه مضاعفة الأطقم الطبية العاملة وتوفير كل الأجهزة الطبية المختلفة واستقبال حالات الأمراض المزمنة توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل الرعاية للأخوة السودانيين النازحين من ويلات الحرب في السودان إن احنا نوفر كل الإمكانيات الموجودة في مستشفيات جامعة أسوان لهذه الأزمة احنا بالنسبة لنا نستقبل حالات على طول في الاستقبال مش بنتأخر عنهم بسواء كانت الإسعافات الأولية حالات في جروح، حالات بتحتاج غرز في الوش، حالات بتحتاج غرز في اليد حالات إصابات الأوطار، حالات الكسور في اليد والصابع وحالات كسور الوجه والفكين، كل حالات دي احنا بنتعامل معها المستشوى وصون الجامعة بتعتمد في دخول الحالات السودانية زيهم زي المصريين بالضبط في نفس التكلفة المادية للدخول وهي تكلفة رمزية دول إخواننا وجراننا فما بنقصرش معهم يعني زيهم زي المصريين ما بنقصرش معهم نستقبلهم عندنا سواء كان عن طريق العيادة الخارجية أو عن طريق الاستقبال خاص بنا اللي شغال 24 ساعة بتبقى الحالات اللي في العيادة أكثرها بتكون يعني فيروسات كابدية سواء فيروس كابد B أو C تمام، فبنمشي معها بنطلب لها الفحصات اللازمة من وظيف كابد من أشعة تلفزيونية بنطمن على العيان هل فيه تلايف كابدي ولا لأ مشاهد صعبة خلفتها الأحداث في السودان ربما تظل عالقة في الذاكرة بينما ما خلفته تلك الأحداث من إصابات وتدهور صحية تعمل مستشفيات أسوان على مدار الساعة لمعالجة آثاره وتقديم الدعم والمساعدة لإخوة الجنوب تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية جهود مصرية كبيرة تقدم للأشقاء السودانيين فإذا كانت مصر قد فتحت للوافدين أبواب المعابر أملا في البقاء والعودة للحياة من جديد فهي فتحت أيضا أبواب المستشفيات لإنقاذ المرضى وتخفيف آلامهم بتوفير بيئة صحية مدعمة بكل الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها محمود جميل التلفزيون المصري